بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله المبعوث رحمة مهداء وحقق يا حبيبي إن قلبي يطير إذا ذكرتك في خيالي فكيف إذا رأيت بأم رأسي جمال الحسن في إحدى الليالي ومازلنا مع جمال حضرة النبي صلى الله عليه وسلم وبنعيش في سرته وبيخرج لنا جماله الأسرار اللي بيها بتتنور حياتنا فنعيش في يسر فيتفتح علينا باب السرور والنهاردة معانا حدث في السيرة مليان سرور حضرة النبي صلى الله عليه وسلم لما وصل إلى المدينة لأبي وأمي صلى الله عليه وسلم بركة الناقة ناقته صلى الله عليه وسلم على باب أبي أيوب وبعد وصول حضرة النبي للمدينة خرق جواري من بني النجار بالدفوف يقول نحن جواري من بني النجار يا حبزة محمد من جار يا سلام فرح وسرور بيحتفل بحضرة النبي بجمال وبسعادة وبقلب منشرح حضرة النبي يشوف الجمال ده وما يردش على الجمال بجمال فحضرة النبي قال لهم إيه؟ يعلم الله أني لا أحبكن وهذا الكلام ثابت عن حضرة النبي صلى الله عليه وسلم إنه هو كمان لما حد يقابل حضرة النبي بجمال يقابله حضرة النبي كمان بجمال كمان في كتب السيرة بتقول إن حضرة النبي أقام عند سيدنا أبي أيوب سبعة أشهر وفي رواية إنه هو أقام عنده إلى سفر من السنة الثانية للهجر وقيلوا إنهما أقل لمدة قالوا إنه هو أقامها حضرة النبي عند سيدنا أبي أيوب إيه هي؟ أقل لمدة هي شهر وحضرة النبي ساعتها كان بيصلي في أي مكان حيث أدركته الصلاة لكن لما أرد حضرة النبي النواي بن المسجد اللي هو المسجد الشريف قال لبن النجار ثامنوني بحائطكم يعني أشتري حائطكم ده بالفلوس يعني مش أخده تبرق أنا أخده بالفلوس قالوا لا نطلب ثمنا إلا إلى الله إحنا عايزين نخعله لله فأبى حضرة النبي صلى الله عليه وسلم فابتاع بعشرة دنانير أداها من مري أبي بكر رضي الله عنه سيدنا أبو بكر لما سافر وهاجر مع حضرة النبي صلى الله عليه وسلم كان أخذ كل ماله فإنه حاصل فابتاعها صلى الله عليه وسلم ابتاعها الحائط ده بعشر دنانير وقال سيدنا أنس وكان في موضع المسجد نخل وخرب ومقابر لمشركين فأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم المقابر فنقلت وبالخرب فسويت والناخل فقطعت ثم أمر فاتخذوا اللبن اللي هو الطوب اللي معمول من طمي الأرض فإيه اللي حصل وبانى حضرة النبي المسجد وسقفه بالجريد في روايات كتيرة بتقول إن حضرة النبي كان بيشتغل معهم بأيديه كمان وجعل أعمدته خشب الناخل والمسلمين عملوا كده وكانوا بينقلوا باللبنة واللبنتين ومعهم رسول الله صلى الله عليه وسلم الرواية دي على قد ما فيها من حاجات لطيفة لكن إيه اللي حصل فيها معاني عميقة جدا 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 المعاني العميقة دي إن حضرة النبي صلى الله عليه وسلم لما أراد إني يصلي صلى في أي مجان وخلينا نقول له وكانت قبلة المسجد ناحية بيت المقدس وكان ليه ثلاثة أبواب باب في مؤخرة المسجد وباب يقال له باب الرحمة والباب اللي بيدخل منه حضرة النبي صلى الله عليه وسلم وهذا المسجد بناه رسول الله بس هنا بقى فيه جزء مهم جدا هو صحيح كان طوله مئة زراع يعني في حوالي 114 متر تقريبا في الجانبين وهنا بقى بنسأل سؤال هو حضرة النبي أجل الصلاة لغاية ما يصلي في المسجد الحالة لحضرة النبي واضح إنه ممكن يكون قاعد 17 أو على الأقل شهر بيصلي في أي مكان طب ده معناه إيه؟ حضرة النبي عايزة أعلمنا شوية دروس في سرطه والدروس دي مهمة جدا جدا لحياتنا مهمة في البيوت مهمة في الشغل مهمة في السوق مهمة في العلاقات مهمة في المستقبل مهمة كمان في تحصيل السعادة إيه المهم ده؟ إن حضرة النبي بيعلمنا إن إحنا نأخذ المتوفر من الإمكانيات ونعيش به ثم نبني عليه ليه؟ لإن حضرة النبي صلى الله عليه وآله وسلم مامتنعش عن الصلاة لإنه ما عندوش مسجد يجمع فيه المسلمين لكن حضرة النبي وكأن ده المعنى اللي فيه قوله صلى الله عليه وسلم وليه جعلت ليه الأرض مسجدا يعني إيه؟ خلي نظرتك واسعة للإمكانيات إن اللي معاك النهاردة يزيد بكرة مش اللي معاك النهاردة هو قيد عليك مش هتقدر تعيش غير به حضرة النبي صلى في المسجد الواسع إحنا قبل كده تكلمنا عن مفهوم إيه؟ ما يسمى بمسجد الحياة المسجد الأكبر اللي هو الأرض كلها اللي هي الحياة فحضرة النبي عايزة يعلمنا إيه؟ إذا كان فيه حياة يسمع المسجد الأكبر فتعالوا دايماً إذا دق علينا المكان الأصغر نخرج المكان الأوسع للأرض للحياة فعلمنا حضرة النبي إنه لازم حياتنا تتبني على الساعة ما فيش حاجة توقفنا يعني إيه ما فيش حاجة توقفنا؟ يعني نستمر في السير إلى الله في أي مكان وأي مكان هتكون فيه هيكون فيه مدد ربنا وهيكون فيه صلة بالله فالإمكانيات ما تعقشك الإمكانيات معناها إنه فيه حاجة ممكن ممكن تكون أحسن وإزايك حضرة النبي ماذا فعله؟ صلى في أي مكان لغاية ما تهيأ له إنه يبني المسجد فيه ناس ما بيعندهمش القدرة دي فيه ناس ما عندهمش المهارة دي أضرب لكم مثال فيه ناس كتيرة تقول بدلا أنا مش قادر أدي لأولادي وقت كبير يبقى أنا هاستنى لغاية ما وفر لهم وقت أو أخذ أجازة فالأجازة ما تجيش والوقت ما يجيش ليه؟ لأنه ما مبتداش بنفسي أنوار سيرة حضرة النبي إنوار حضرة النبي صلى في أي مكان لغاية ما يتبني المسجد إيه اللي حاصل كمان؟ وشوف ده الصلاة الصلاة اللي كان عاي يجيب المسلمين ويجمعهم لأ نصلي في أي مكان عيش بالإمكانيات المتاحة واحد يقول أصلا أنا مش هقدر أقول كلمة غير لما ألتزم بيها أقول يا سيدي عبر عن حبك عبر عن حبك لأهلك وأولادك عبر وما تخافش أنت لو عبرت دلوقتي هتجد أشياء كثيرة جدا جدا بتتحلوا الإمكانيات ربنا بيبارك فيها وبيوسعها اوعى تستصغر نعمة عندك كل حاجة أنت شايفها صغيرة أنت شايفها صغيرة لأن أنت شايفها من عندك لكن لو دخلت فيها وإتخذ دها سبيل للسعادة ولمستقبل ربنا يفتح عليك ما تخليش الإمكانيات توقفك ولذلك حضرت النبي علمنا حاجة مهمة أول لا تحقرن من المعروف شيئا يعني إيه حضرت النبي لم يحقر أنه يصلي في الطرقات في البيوت في الأماكن إيه اللي حاصل ما احتقرش ده لا تحقرن من المعروف شيئا ولو أنت أنتلقى أخاك بواجه انطلق حضرت النبي صلى الله عليه وسلم بيأكد هذا المعنى في قلوبنا فعشان كده إيه اللي حاصل ما تحقرش أن انت تتبسم في وجه ابنك وتقول لا لما أخصص لوقت أو لما أروح أتضرب على حل مشكلته دي أبقى أجي وأعد معاه وبنتك ما تخصص ما تستصغرش أن انت تقول لها أن انت سندها وظهرها هتقول إيه فايدة الكلمة أنا لازم أقدر أجيب لها اللي هي الفلوس اللي هي عايزاه عشان تروح الدرس أو عشان تقدم في الجامعة اللي هي عايزاه لا اتكلم معبر عن حبك حاول تحتوي باللي ربنا أذن بيه اوعى تستهين باحتضان أولادك لأن كل دوة بيخليهم يعيشوا في أمان وفراح حضرة النبي علمنا في السيرة حاجة مهمة قوي أن ننطلق من الموجود وننتظر فضل المعبود انطلق من الموجود اللي ما بين إيديك انطلق منه وانتظر فضل المعبود يعني امشي في الطريق وربنا يفتح عليك هذه الفلسفة اللي هم قالوا خزوة طالب ان احنا نبتدي خطوة خطوة هذه سيرة حضرة النبي اللي بتنور بصيرتنا ان احنا دايما نبتدي بالمتاح في قدينا من الإمكانيات نعمل ايه بقى عشان نخلص من هواجسنا اللي بتخلينا نتأخر وبتخلينا نقف وبتخلينا نعتر زي ما بيقولوا أول حاجة ابتدي دايما بأقرب حاجة إليك عارف احنا في الرشاد الزواجي بنقول ايه أول حاجة بنسأل الزوجين طب ايه اللي انت تقدر تعمله الآن وسهل عليك الآن وتعمله فيحل المشكلة بينك ومن زوجتك مثلا يقول لي اللي انا قل لهنا آسف وإن انا ممتن لك على كل اللي انت عملتيا قل له قول تكلم فأوقات كثيرة زوجت تقوله ايه ياه ده انا كنت مستنيها الكلمة دي من زمان هو طبعا يفاجأ يعني انت مشكلتك ان انا اقول لك يا أخي الاوالة دي لا تستصغرها لانها فيها مدد الله سبحانه وتعالى يبقى اول حاجة لازم تتعود طول الوقت اعمل اللي في ايديك لو في ايدك ويضت اللي حضرت عن النبي عنديبه هن اتق الله ولو بشق طمرة اتق الله اللي في ايدك ده انا لسه اروح اكتسب بقى عشان نتصدق لا اقسم الطمرة اللي في ايديك دي واعطيها لفقير عتبقى رحى له بمدد ربنا يبقى على طول اعمل لما تكون عندك ديق اعمل اول حاجة في قلبك واسهل حاجة عليك هتجد الابواب بتتفتح هتجد نفسك بيحصل فيها مدد من الله تاني حاجة حاول طول الوقت ان انت تمشي وما تقفش اي حاجة استمر اعملها ولو كانت صغيرة كلمة تصرف اكتب معلومة وارجع لها مرة تانية بس تقدم ولو خطوة ولو صغيرة خير العمل ادوامه وانقل تالت حاجة وهي مهمة جدا جدا في حياتنا احنا عايزين ان يبقى عندنا مفهوم للثقة بالنفس انا اظنه غايب عندنا الثقة بالنفس مش ان يبقى حوالك حاجات كتيرة ولا معاك اميكانيات كتيرة الثقة بالنفس مش ان يبقى معاك حاجات كتير الثقة بالنفس ان انت تعرف ان انت محل مدد الكبير ان انت معاك الله كل ما تثق في الله كل ما حياتك بتحلوه كل ما حياتك بتسعد احنا اكتر حاجة بنفتقدها في ثقتنا بنفسنا ان احنا نتيقن ان الله سندنا وان الله سبحانه وتعالى لن يتركنا ابدا حاول تردد في نفسك دايما الباقي معي لم يودعني الباقي معك لم يودعك وقول دايما كده يا سندي ويا سعدي انت وحدك مددي يا سعدي ويا سندي انت وحدك مددي يا سندي ويا سعدي انت وحدك مددي وتعالوا نبني شخصيتنا طوبة طوبة خد حضة النبي من الارض اللي صلى عليها اللبنات اللي بان بيها المسجد تعالوا ناخد من اقل حاجة من ايدينا لبنات نبني بيها ثقتنا بنفسنا اللي هي جاية من مدد ربنا لكل شيء قليل لان العظيم الكبير اذا اعطى لا يقال لعطائه قليل بل عطائه وفير غزير كثير يا رب جعلنا دايما نسق في عطائك ونسق في ارزاقك ونستمر ونعمل ولا نتوقف لانك انت الصاحب في السفر وازاي ما نستمرش حضرت النبي وسرته كانت منورنا ازاي نعيش مع ربنا وهو الصاحب في السفر بعض الفاصل نلتقي عشان نجيب على اسئلتكم المباركة رجعنا لحضرتكم ومعانا صفحتنا على الفيسبوك صفحة بننامج ولا تعسروا اللي احنا من نتوقف عليه اسئلتكم ونتواصل عليها ونسأل الله سبحانه وتعالى انها تكون مليئة بالبركة وبالنور ببركة مجالس العلم اللي مليئنا بنفحات رمضان خلونا نسمع اول سؤال معانا ام احمد وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته وحضرك بخير وحضرك بخير وبصحة وسلام مع الشيء فنم كنت عايزة اسأل سؤال بس تفضلي كنت عايزة بس اسأل عن الزوج اللي ما بينفقش على ولده وعن بسه أنا مريض السرطان صد ربنا يجمع لحضرك ما بين الاجر والعافية تمام الاجر والعافية يا رب وزوجي هو عايش معاكم يا فنم لا لا ليسا هقول لحضرتك وحضرتك أنا مساعد مولد41 أحمد لكل مريض سرطان على المخ وهو من ساعتها ما بينفقش علينا ولا عايز يساعدنا في أي حاجة في العلاج ومديني أنا سبب أن أنا السبب في المرض الولد بس أنا ليه بعد الشر ليه بعد الشر يعني أنت اللي سبب في المرض الزجر فهو كمان تلي عنده سرطان مش كل أمهاتهم عندهم سرطان ولا كل الأباءهم عندهم سرطان بيكون أبناءهم عندهم سرطان ده كلام علمي ولا كلام ديني ولا كلام أصلا يرضي ربنا إن الواحد لما ربنا سبحانه وتعالى ينزل عليه بلاء يوسع عليه رزقه يوسع عليه كمان ثوابه يوسع عليه وصله بالله سبحانه وتعالى يتهرب من مسؤولياته بهذه الطريقة يعني إيه حتى لو إن حضرتك كنت السبب هو بيعاقب ابنكم يعني هو كده فاكر إنه هو هيفوت من مساءلة ربنا عن إنه رعى أولاده ولا لا لا والله هو أنا بس كل المشكلة دلوقتي إن أنا ما بلجعله عشان يلاجى التفلي دوت ما بي يعني مش هايز استجاب ده السؤال السؤال التاني سريعا جدا والله معلش أبدا ما تعتذريش أبدا تحت أمر كتفضلي هو ابن هيعمل عملية بعد خمس أيام وأنا دي بقى في حد عرض علي أنه هو هيديني مبلغ مش هيدفعه يعني هيديني مبلغ وأنا اللي هروح أدفعه وهيزود أشان أكمل المبلغ العملية لإني أنا كده اللي بنفق على الولادة يعني أنا اللي بشتغل وبنفق عليهم الحمد لله فهيديني المبلغ دوت وهسديره مبلغ كل شهر بس هيدود عشر تلاف جنيه على المبلغ وأنا ده مش أي حلول تانية خالص ولا أنك أنت تقترضي من مكان يعطيك الكلام ده خالص نصدق يا أي مكان قصما بالله والله يا فضل ما تحلي فيش أنا أنت صادقة مصدقة عندي يعني أنت دلوقتي ما عندكيش أي سبيل إلى هذا ما فيش والعيل هيروح مني وأنا بعد الشر إن شاء الله ما يرحش ولا حاجة بس جاوبي على أسئلتي وإن شاء الله ربنا سبحانه وتعالى وما تقوليش أني نفسك ده حاولي أنت تكوني مع الله سبحانه وتعالى فأنت دلوقتي ما قدامكيش فأنت ما قدامكيش خالص أنا عايز أقولك حاجة أنت حاولي تبذلي وتروحي إلى أماكن اللي هي بتعالج وأنا بناشد الناس أن عندهم مؤسسات بتعالج الفقراء وبتتعامل مع نفس الحالة وكمان بناشد كل المؤسسات اللي بتعالج من هذا المرض إذا كانت تستطيع أن هي تساعدها بدون ما تلجأ إلى هذا الأمر فيريت يعمله كده الأمر الثاني أنت إذا اضطريت إلى ده وخلاص هو ما كانش فيه سبيل أنه هو يعمل عملية غير بدا افعالي ده لأن احنا عندنا الضرورات تباح المحظورات ودوت من سنف الضرورات من سنف الحاجات التي تتعلق التي تصل إلى حد الضرورة إذا كان دوت في العلاج فما بالك إذا كنت أنت بتقودي احتمال أن حياته تروح لا ده يبقى من الضرورات التي تباح المحظورات فلك أن تفعلي ده هذا أما زوج حضرتك فيتق الله سبحانه وتعالى يعني أنت إذا بتنام بالليل سؤالي أنت إذا بتنام بالليل وانت سايب ابنك كده أنت فاكر أن أنت كده الله سبحانه وتعالى يخفل عنك وانت تارك ولدك وتارك الناس في الحالة دي وتضطر أن هي تروح تقترض بهذه الطريقة عشان تعالج ابنها تعالج ابنكم وانت متصور أن أنت خلاص خرجت من قولي صلى الله عليه وسلم كلكم راعن وكلكم منسؤون عن رعاياتي طيب خلي بالك أن حضرت النبي قال إن من أعظم الاسم أن يضيع الرجل من يعول وانت كده بتضيع أهلك فاتق الله سبحانه وتعالى وستسأل عنهم وهذا الأمر بيمحق البركة يعني أنت لو عندك أموال وعايش ومش عايز تروح لأولادك ده يمحق البركة فاتق الله سبحانه وتعالى الله سبحانه وتعالى أو دعهم وديع عندك وسيسألك عن هذه الوديع الحاجة سيدة من اسكندرية تفضلي حاجة سيدة حاجة سيدة معاليش حديقي حاول تكلميني مرة تانية حاجة سيدة يبقى إذا معانا والسيدة مهند من الأليوبية تتفضل السلام عليكم عليكم السلام عليكم معاليش والله يا عم الشيخ أنا كنت عايزة تتفصر عن واحدة من قرائبنا من أقرب الأقربين وعايزة تعمل عملية وظروفها المادية مش متياسرة هل يجوز إن أنا الزكاة اللي أطلع جزء من الزكاة بس معدل الألسين جنيه يجوز إنه يبقى ده طبعا يجوز إنه يكون من الزكاة لإنه هي من المساكين ويتحتاج إلى العملية ومعاش ما يكفيها فهذا مصر في المصارف الزكاة إنما الصدقات للفقراء والمساكين تعطيها هذا المال وإن شاء الله يكون من زكاتك نعم يبقى إذن هذا هذا الأمر واضح ليه بقى طب إحنا مش عندنا القب اللي أخذناه من القول تعالى إنما الصدقات للفقراء اللي هم هنا تقتلد الملكية فلذلك الفقراء بيقولوا هو لازم يتملك هذا المال قالوا آه ما هو الحاجة الشديدة التي هو يعيش فيها تقوم مقام القبض تقوم مقام قبض المال إن إحنا نتفعله الأموال عشان يعمل العملية ودي ضرورة فإنه حاصل فده تقوم مقام ماذا؟ تقوم مقام القبض ولذلك يجوز إن إحنا نعطيه هذه الأموال وإن شاء الله ربنا يكتب الصحة ويكتب العافية لجميع مرضى المسلمين فاصل وألقاكم لكم الأسئلاتنا بعد الفاصل إذن يا سادة إحنا لازم نتعود على مسألة إن إحنا لما يكون عندنا أي حاجة تتعلق بالفتوى لازم إن إحنا نحتاط فيها نحتاط فيها ليه؟ لإن مسألة الفتوى في الحقيقة أنت لا تعبر عن رأيك في كتير من الناس فهمين إن الفتوى ده تعبير عن رأينا بس ده كلام الصحيح لإن في الحقيقة العلماء أسسوا علوم لفهم كلام الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم ولذلك الفتوى مش أراء الفتوى عبارة عن علم الله سبحانه وتعالى بيليهم الناس إن هي تتعلموا وتجيدوا ولذلك مش كل اللي بيتعلموا الفقه يستطيعوا إن هم يفتوا ولذلك لابد إن إحنا نرأي ده معنا مين؟ معنا الحجة فاتن تفضلين سلام عليكم عليكم السلام عليكم أكل سنة وحضراتكم طيبين وحضراتكم طيبة وبصحة وسلام يا فندي أنا كنت بسأل على صلاة التسبيح طيب يا فندي أعرف إن هي أربع رقعات كل رقعة 75 تسبيح بالضبط بس موضع التسبيحات في الرقعة وهل يجوز إن أنا أصليها وأوهي بسوابها لأمي والأبوية؟ طيب صلاة التسبيح هي صلاة ورد أحاديث فيها من اللي صححه حديث صلاة التسبيح الإمام العز من عبدالسلام وصلاة التسبيح من الصلاوات اللي إحنا بتسن مرة في العم ومن الصلاوات اللي ممكن نكررها ومن فوائد صلاة التسبيح إن هي بتجلب الخير وتوسع الرزق وتشرح الصدور وتهدي البال وهي صلاة في الحقيقة تجعل الإنسان يحس بوصل بينه وبين الله ويشعر بأنه في الحقيقة قد دخل إلى عالم واسع من عالم المحبة والإقبال على الله سبحانه وتعالى وصلاة التسبيح دي من الأشياء التي يمكن أن نفعلها كان من عادة أهل الله والصالحين أنهم يصلوا صلاة التسبيح هذه في ليلة القدر وفي ليلة النصف من شعبان فكانوا بيصلوا صلاة التسبيح في كل الأوقات المباركة لأنها من الصلاوات التي تجعل هناك صلة بين العبد ورب فهي صلاة مشروعة ومستحبة فمن صلى الله حصل على ثوابها وبارك الله له في نوره وبركته نعم أستاذ محمد من إسكندرية أهلا وسهلا يا شيخ كل سنة وانت طيب حضرتك وحليك طيب يا فندي الموهد عليك الهام بخير يا سيدي تفضل يا سيدي دلوقتي يا شيخ أنا مخنوف ومتضايق قوي لأن الرزق ما فيش يعني مش عارف إيه شبب قطع إننا ما فيش رزق في الشهر الكريم الحلو ده اللي احنا بنستنم نستنى بالسنة هقول لحضرتك هقول لحضرتك هقول لحضرتك على طول بص يا سيدي الرزق لازم لما تيجي تتعامل مع الرزق ما تتعاملش مع الرزق ساعة بساعة ولا سانية بسانية أنت بتتعامل مع الرزق كأداة وسيلة ربنا خلاها عشان تفهم تدبير الله لحياتك فإذا أن الرزق مش هنبصله بهذا المفهوم الضيق اللي هي مفهوم أنا دلوقتي محتاج فعايز أن يجي لي رزقي دلوقتي طب أنت محتاج إيه؟ محتاج الرزق ولا محتاج أن أنت تثبت وتكون أكثر سعياً وتكون أكثر ثقة بالله ولذلك إحنا لما بنبصل للرزق بنبصل للرزق بهذه السعة فالله سبحانه وتعالى لا يقصد أن يضيق عليك الرزق ولأن ربنا سبحانه وتعالى منع ربنا كريم ولكن سبحانه وتعالى يقصد من ذلك أن تلجأ إليه وأن تتبتل إليه وأن تسق فيه يبقى أوقات القبض دي والضيق فيه ثلاث عبادات العبادة الأولى ماذا؟ الثقة بالله العبادة الثانية الصبر العبادة الثالثة ماذا؟ كسرة العمل اعمل الحاجات دي وهتجد الرزق إن شاء الله يتسع وإن شاء الله يبرك لك فيه معنا السيدة ممحمد أيها سلام عليكم تفضلي يا فاند عايزة أسأل بس حضرتك أنا عندي مبلغ بلغ النصاب وبقاله عد علي أكتر من سنة وجودي كل ما قوله طلع الزكا يقول لي ماشي ما بيطلعهاش مش ديه فلوسك أنت لا فلوسه هو بس هو كتبه باسمي بس أنا ما بقدرش أصرف فيها لأنني أنا معتبرها أمان عندي يعني لا طلعي الزكاة بادئة لو كتبه باسمك طلعي أنت الزكاة يعني أنا كده يقع علي الزنب برضو الزنب ايه؟ يعني أنا ما بقدرش حتى روح البنك الفلوس الملكك دلوقتي هو مش كتبه باسمك مش هي في البنك دلوقتي مش هي في البنك باسمك نعم مش هي في البنك باسمك خلاص طلعي اصرفي منها وطلعي الزكاة لأنها باسمك مفيش حاس معه أنه هو مش رادي يطلع الزكاة هو كأنه هو ملكك هذا المال لا بس أنا ما بقدرش فيه نهائي يعني أنا ما أعتبره هو حاجة من ذالي أمانة عندي يعني ما أعتبره أنه هو من ذالك أمانة مش هو نقالها إلى ملكك تواعي زالك سؤال مستوحي لأنا أصرف منها وهو يستطيع أن هو يتصرف فيها آه عادي براحته هو اللي بيتصرف فيها براحته لا يا أستاذة أستاذة هو يستطيع أن هو يروح للبنك يسحب منها لا يبقى مين اللي حيزها أنا ومين اللي هي باسمه أنا برضو وبالمناسبة لو حصل أي حاجة عدتحول إلى مراس آه فحديك تفضلي مشكوراً يطلعي الزكاة طب هو أولادي متنين ونص ولا ينفع عشرة من 10% من الفايدة حسب أن توضعينها في شكل شهادة ولا في شكل حزاب آه كانت شهادة شهادة وفي فلوس تانية بتنفقه منها ولا بتنفقه من رعا لا ساعات بنحتاج لجزء من رعا وساعات بنصر يعني بايته طيب يبقى ممكن تطلعه عشرة في المية لأن انتوا بتحتاجوا أن انتوا تنفقوا عليها لو هي ما بتنحتاجواهاش خالص يبقى خلاص طلعوا 2.5% لو بتحتاجوا من رعا طلعوا عشرة في المية خلاص وعليك أن انت تتخرجي الزكاة خلينا بس نقول صلاة التسبيح احنا بنقرأ الفاتحة وبعد السورة وبعد السورة بنقول 15 مرة وبنقول في الركوع عشرة ثم في الاعتدال بعد الرفع من الركوع عشرة ثم في السجود عشرة وفي الجلوس ما بين السجدتين عشرة وفي السجدة التانية كمان يبقى كده يبقى المجموعة 75 يبقى 75 تسبيحة في كل ركعة يبقى إذن هي دي صفة صلاة التسبيح يا سادة احنا النهاردة كنا بنتكلم عن حاجة مهمة جدا كنا بنتكلم على حال مع الله سبحانه وتعالى ازاي الواحد فينا يحس ان كل حاجة ربنا بيدهننا وهو الكبير وهو الواسع فهي واسعة وكبيرة والله سبحانه وتعالى يعطينا عطاء ما لا يخشى الفاق وعشان كده كل شيء ربنا سبحانه وتعالى بيعطيهننا مليان نعم وفضل وبرك فلذلك لابد نحن نعيش بده وتعالوا نقول لمولانا وندعي مولانا بهذا الدعاء يا من علمك بحالي يغنيك عن سؤالي ولكني عبدك الفقير الذي لا يستغني عن سؤالك فبحق علمك بحالي أرح بالي وفرج عني كربي واحمل عني أسقالي وطهر بنور قربك قلبي من أوحالي واشرح لي صدري واجعل رضاك أعظم مراضي وأحب آمالي نقول مرتاني يا من علمك بحالي يغنيك عن سؤالي ولكني عبدك الفقير الذي لا يستغني عن سؤالك فبحق علمك بحالي أرح بالي وفرج عني كربي واحمل عني أثقالي وطهر بنور قربك قلبي وأوحالي واشرح لي صدري واجعل رضاك أعظم مراضي وأحب آمالي يا رب واجعلنا دايما في يد حضرة النبي يدلنا عليك واجعل أسماءنا في قلب حضرته ليدخلنا عليك في وقت لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم فسلم قلوبنا يا رب العالمين يا أرحم الراحمين يا أكرم الأكرمين استجب لنا يا كريم